مسا مسا على كل أشياء ضحيح الأفلام فيلميه النهاردة اسمه وبيحكي عن عيلة بتروح لبيت جديد بتنتقل فيه ولكن هناك البيت بيكون مسكون وفيه شبح وبيتعرف على واحد من العيلة وبيكون صاحبه ولكن حياتهم كلها بتتقلب بسبب الشبح ده ما تيجي نشوف بيبدأ الفيلم مع أسرة مكوانة من أربع أفراد وهم بيتنقلوا لبيت جديد في مدينة جديدة بسبب أن أبوهم جالوا شغل في المدينة دي والأسرة كانت بتتكون من الأب اللي هو فرانك والأم اللي هي ميلاني وعيالهم الاتنين كيفين وفولتين ولكن وقتها كيفين ابنهم ما كانش عايز يتنقل للبيت الجديد علشان كان بيحب بيتهم العديم وكان من قول معاهم غصب عنه وأبو فرانك كان بيخرج برة للعربية علشان يدخل الوادي ابنهم البيت وبيعرفوا أنه لو ما دخلش هيسكعوا ألمين على وشه يخلي ينسر بيته العديم والمدينة كلها كمان في الوقت ده كيفين كانت علاقته وحشة بكل أهله وكان ودي انتواقي وعيش لوحده ما كانش بيحب يتكلم معاهم ولا يتواصل معاهم أبدا وكان طول الوقت قاعد مع المزيكة بتاعته اللي بياشاها وعلقته مع ابوه كانت وحشة لأنه كان دايما في خناء بينهم وبعد كده فرانك بياخد ابنه الكبير وبيدخل البيت اللي السمصرة كانت جايبه لهم بسارة وليل جدا على الرغم من حجمه الكبير جدا والبيت كان بقاله سنين كتير ما حدش قاعد فيه ولكن في الوقت ده فرانك وميلاني كانوا شاكينين بيت كبير زي داي يتباع بسارة وليل زي ده ولكن السمصرة عرفتهم ان سارة وليل بسبب ان ما فيش روت كتير بتيجي عليه واقنعتهم انهم يشتروا البيت وبالفعل اشتروه وبدأوا ينقلوا كل أغراضهم جوى البيت لحد ما استقروا فيه وبيجي الليل وبيكونوا نقلوا كل الأغراض بتاعتهم وبعد كده فرانك بيقعد مع عيلته بيحاولي لطف الأعداء وبيشغل أغاني علشان يفكوهم ويتعودوا على البيت الجديد وكلهم بيكونوا مبسوطين مع دلوقت كيفين ابنه اللي كان دايما مكتاب وفرانك بيحاولي يخليه فكه وبيتخاني معاه اللي هو هتفك يعني هتفك مش بمزاجك هو ولكن كيفين بيقوله هي دي طريقتي وانا مش عارفت أقلم في البيت ولكن فرانك اتخنى منه سابه ومشي وبعد كده واحد طلعي الأوضة بتاعته علشان ينام فيها كيفين وهو نايم كان نايم وهو متضايق وكان بيحاولي نام على الرغم من كل التفكير السلبي اللي كان بيدور فعاله وكان عايز ينام ويفصل عالو شوية ولكنه هو بيحاولي نام بيسمع صوت جاي من الدور التاني بيكون صوت خط وانا بياخد الكشاف معاه وبيطلع فوق علشان يشوف ايه اللي بيحصل ولما بيطلع فوق بيدور كتير وبيلايقوا قدامه شبح ظهر فجأة والشبح بيحاول يخوفه ولكن كيفين فضل يضحك على تصرفات الشبح لانه كان شايفه تصرفات قديمة وبتحصل للعيال اللي كانوا بيخوفوهم وهم صغيرين وان الشبح بيتقمس وبيقوم سايب كيفين وبيمشي وبيحاول كيفين ينادي عليه علشان يرجعه تاني ولكن الشبح ما بيظهر لهش تاني وبيجي تاني يوم وبيروح كيفين المدرسة بتاعته وقعت في المدرسة بيحاول يعمل سرش عن الاشباح علشان يعرف هيقتهم علشان يعرف يتصرف معهم في البيت ولكن في الوقت ده بتزهر له بنت اسمها الجوي وبيتنادي عليه وبتقول له عايزك تساعدني في حاجة بسيطة ينفع الليها طبعا ينفع يا امر وبيدخل معها جوه اوضة وبيلعيها بتمسح حاجات موجودة على الحيطة وهي بتعرفوا ان البنات في المدرسة هنا كلهم بيتنمروا عليها وطلبت منه انه يساعدها في انه يمسح ارقام التليفونات بتاعها اللي موجودة على الحيطة والكلمات اللي بتضيقها وهو بيساعدها ولما بيخلصوا بيتعرفوا على بعض وبيعرفها النوم لسه نقليني المدينة بشكل جديد والنوم خدوا البيت الكبير اللي موجود في المدينة ولما جوي بتعرف انهم سكنوا في بيت الاشباح بتعرفوا ان البدة ملقب في المدينة ببيت الموت بسبب الاشباح اللي سكنها والناس كلها بتخاف تقرب له وطبعا كيفين بيكون عارف كل اللي بيحصل في البيت بسبب الشبح اللي شافهم بارح ولكن بيتظاهر قدامها انه ما يعرفش اي حاجة وبيبدا يتصدم قدامها على الرغم من انه عارف حقيقة البيت كله وبعد كده جوي بيتقوله بما ان انت اطلعت ساكن في البيت الكبير يبقى كده احنا جيران لاننا كمان سكنة في البيت اللي قدامه وبما اننا جيران لازم نخرج مع بعض ونتعرف على بعض بشكل اكتر وكيفين بسبب انه انتواقي وما بيعرفش يتاقلم مع اي حد بسرعة اللي خلاص ماشي اشوف انا فاضي امتى واكلمك وهلطلو مستنياك ومشيت وبعد كده كيفين بيرجع تاني للبيت بتاعه بيطلع الدور التاني علشان يشوف الشبح اللي موجود عنده في البيت وفجأة الشبح بيزهله وبيحاول يخده مرة تانية ولكن كيفين ما بيتخدش وكيفين بيعرفه انه مش خايف منه بسبب ان شكله مضحك وكوميدي وما بيخوفش ده غير كمان ان حياته كلها اكتئاب وزي السفت ومش شبح هو اللي هيخوفه وطلب منه كيفين انه يجي يقعد معاه وبيقعده مع بعض وبيتعرفه على بعض وكيفين بيعرفه ان اسمه كيفين وبيحاول يعرف منه اسمه او حقيقته او ازاي مات هنا في البيت ده ولكن وقتها الشبح كان ما بيقدرش يتكلم وكيفين ما كانش عارف يتواصل معاه والشبح قدر انه يتواصل معاه عن طريق الاشارات والحركات بس وكيفين لاحز ان في اسم موجود على التشيرت بتاعه مكتوب عليه ارنست وهنا كيفين بيقوله انت اسمك ارنست ولكن الشبح قاله مش فاكر حتى ما كانش فاكر هو مات في البيت ده ولا لأ لانه كان شبح فاقد للذاكرة وما كانش يفاكر اي حاجة واستموما بيكلمه بيطلع فولتن اخو كيفين فوق للدور التاني وان الشبح بيختفي بسرعة وفولتن بيروح يرخم على كيفين وبيحاول ياخد منه التليفون بتاعه ولكن بسبب ان كيفين بيصور الشبح فيديو ما كانش عايزه ويارف حياتي الشبح اللي موجود عنده في البيت وان فولتن بيدرب كيفين وبياخد منه التليفون عفية ولكن هنا الشبح بيدخل وبسبب ان كيفين بقى صاحبه فبيمسك فولتن وبيبعده عن كيفين وقتها كيفين ما كانش مصدق اللي ايرنست الشبح عمله وكمان فولتن ما كانش مصدق قوة كيفين الكبيرة دي اللي بتقدر ترميه بعيد بالشكل القوة دي ولكن بعد كذا كيفين كان مبسوط ان الشبح كان بيدفع عنه بعد كذا بييجي الليل وفولتن بيسرق التليفون بتاع كيفين من غير ما ياخد باله وبيعرف حقيقة الشبح اللي موجودة وكيفين بيدخل عليه وفولتن بيعرفوا ان فيه شبح موجود في البيت وكمان بيروح يعرف ابو ابو في الاول ما كانش مصدق ولكن بعد كذا بيشوف الفيديو فبيقتنع ان فيه شبح موجود فعلا في البيت ولكن على الرغم من كل ده فرانك وفولتن اللي تم ما كانوش خايفين من الشبح وكانو شايفينه حاجة عادية ومميزة ليهم في البيت بسبب انه ما بيزيش حد وبعد كذا فرانك طلب من ابنه كيفين انه يبعط له الفيديو على التليفون بتاعه وبعد ما بياخدوا طلب من ولاده الاتنين ما يعرفوش مراته ميلاني بحكاية الشبح الموجودة في البيت لانها بتخاف من اي حاجة ولو هرفت ان فيه شبح موجود في البيت مش هترضى تقعد في المكان ده تاني لحظة واحدة وبعد كده كيفين بيبعت لفرانك أبوي الفيديو على التليفون بتاعه وبيمشي فرانك وبعد كده فرانك بيقعد وبينشر الفيديو اللي خده من كيفين وبينزله على اليوتيوب بسبب انه عاوز يجيب مشاهدات كتير ووية شهر ويوم بعد يوم المشاهدات بزيد لحد ما بتوصل لألف مشاهدة ولكن الناس ما بتكونش مصدقة حقيقة الفيديو ده لانهم شايفين ان الفيديو ده متفبرك وان ما فيه شبح بيظهر بالشكل ده ويتعامل معاه بشكل عادي وفرانك وفولتن ابنه قرروا يصوروا اكتر من فيديو الارنيست الشبح علشان يدروا يقنائوا الناس ان فيه شبح موجود في البيت عنده وكيفين كان عارف كل اللي بيحاولوا يعملوه وكان متضاهق من تصرفاتهم جدا وبعد كده فرانك بياخد ابنه فولتن وبيطلعه للدور التاني فوق وهم مشغلين التليفون علشان الشبح يظهر ليهم ويصوروه ولكن الشبح ما بيظهرش وهنا بيطلع ليهم كيفين فوق وبيعرفوا من الشبح مش هيطلع كده لانه خايف منهم وبعد كده كيفين بيجيب الجتار بتاعه وبيبدأ يعزف لارنيست الشبح علشان يهدى ويطلع له وفعلا ارنيست بيهدى وبيبدأ يظهر ليهم وبيتكلم مع كيفين ولكن فرانك بيستغل لكل اللي بيحصل ده وبيبدأ يصور الشبح وفي اللحظة دي ميلاني مراته بتطلع فوق وهي مسكة تليفون اللي عليه الفيديو اللي نشروا فرانك على اليوتيوب بتاع الشبح وبدأت تسأل فرانك هل الشبح ده موجود عندنا في البيت ولا لأ ملحيتش ميلاني تتكلم بسبب ان كان ارنيست الشبح واقف وراها وبتلف ميلاني وبتلاقي ارنيست الشبح واقف وراها وانا بتفضل تصرغ بصوت عالي جدا وفي المقابل ارنيست بيخافه وكمان وبيطلع يجري لحد ما بيختفي وبعد كده ميلاني بتقعد مع جوزها وعيالها وبتفضل تتخاني معاهم بسبب انهم عرفوا بحقيقة الشبح الموجود في البيت ومحدش فيهم عرفها ايه اللي بيحصل في البيت وبيكون متضايقة جدا انهم خبوا عليها ولكن فرانك بيحاول اضحك عليها وبيعرفها انه مرضيش يخوفها وبيعرفها ان ما فيه شبح موجود عندهم في البيت وانا ميلاني عرفته انها مش هتقدر تقعد في بيت موجود فيه شبح تاني ولكن فرانك فاهمها ان الشبح ده ما بيقزيش ده غير انهم ما يستغلوا الشبح ده انه يجيب لهم فلوس كتير عن طريق الفيديوهات اللي هيصورها لي وينشرها على اليوتيوب وعلى كل المنصات التانية الالكترونية وبكده يقدروا يجيبوا نسب مشاهدات كبيرة جدا جدا وفي الاول ميلاني ما كانتش مقتنعة ولكن اولا ما جات سيرة الفلوس الا بتوشاء واغتنعت انها تشاركهم في الموضوع ده وبعد كده فرانك بدأ ينزل فيديوهات كتير جدا لارنست على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى كل المنصات الخاصة بالتواصل للاكتماعي وانا ظهرت ترين ده كتير جدا باسم ارنست واتشهر فرانك وعيلته كلهم والصحافة بدأت تجري وراهم في كل مكان بيتشهروا بالسرعة دي وكل ده هيجيب لهم فلوس كتيرة جدا جدا من مشاهدات الفيديو اللي بينزلها لارنست ووص كل اللي بيحصل ده كيفين ما كانش فاري معاه الفيديوهات ولا الفلوس اللي بتيجي من وراها وكل اللي كان فاري معاه ارنست الشبح علشان كده بدأ يطلع عند ارنست الشبح كتير وبيقضي كل وقته معاه وبيتكلموا مع بعض علشان يفتكر حياته القديمة وايه اللي حصل له الزمان ولكنهم بيفشلوا انهم يلاوا اي طرف خيط لارنست ايام زمان ولكن كيفين ما بيرضاش يسكت وبيفضل ميكمل في البحث بتاعه وبيدور كتير على النت لشان يلاقي حقيقة ارنست الموجودة عنده في البيت وكيفين ما بيكتفيش بالبحث على النت بس اللا ده كمان بيروح المكتبة بتاعت المدرسة بتاعته وبيحاول يدور على اي معلومة فيديو توصله لحقيقة ارنست او اي حاجة لها علاقة بيه ولكن ما بيلاقيش حاجة لحد ما في يوم جوي بيشوفوا عاية في المكتبة بيعمل سيرش عن ارنست وانا بتقرر انها تساعدوا بيقدروا يلاقوا معلومات كتيرة جدا عن ارنست وبيبدوا يدوروا فيها لشان يعرفوا حيائته ايام زمان وفي الوقت ده فرانكي كان بيجيلوا صحفيين كتير البيت علشان يعملوا مع لقاءات صحفية عن ارنست وكانوا مبورين بكل حاجة بتحصل في الوقت ده وكانت مشاهداته بيزيد يوم عن يوم وكان مبسوط بكل اللي بيحصل له ده وكان شايفي ان ده حاجة مميزة محدش يقدر يمتلكها وشهرتهم بدأت تزيد يوم عن يوم لحد ما الفيديوهات دي كلها وقعت قدام واحدة اسمها الليز وليز دي كانت شغالة زمان في المخابرات ايام التسينات وكانت شغالة معاهم في المخابرات كعلمة زواهر خرقة وكانت مهمتهم بالقض على الاجباح اللي بتشكل خطر كبير جدا على اهلهم او على اهل البيت الموجودين فيه او على الاماكن اللي بيظهر فيها الاجباح دي ولكن موضوع المخابرات ده في التسينات الشهر ووصل للإعلام والإعلام بدأ يهاجم المخابرات بسبب انهم بيصرفوا فلوس كتير جدا على حاجة خرقة ملاش وجود في الواقع وكانوا شايفين ان ده تفريط في الاموال بتاعت الدولة ولشان كده المخابرات قررت انها توقف شغل ليز وبتتردها من الشغل ولز على الرغم من كده فهي بعد ما افتكرت اللي حصل ليها معاهم فكرت تروح تاني لرئيس المخابرات بتاعها في المقر علشان تعرفوا بحقيقة شبح إرنست ولكن بسبب اللي حصل الزمان فرئيس المخابرات بيتردها من المكان وبيمشيها ولز ما بتسكتشه ده بسبب انها بتروح عند فرانك وميلاني وبتعرفوا من الشبح اللي عندهم ده خطر جدا ولازم يتقبض عليه ويتحط في المكان الطبيعي اللي المفروض الاجباح الخطر اللي زيه ويكونوا فيها ولكن فرانك بسبب انه كان شايف إرنست مصدر الرزق بتاعه كان رفض تماما من فكرة انه يتخلى عن إرنست وبالتالي طرد ليز من بيته ومشاها في الوقت ده كان كيفين وجوي هما بيعملوا عمليات بحث عن إرنست قدروا يعرفوا ان اللي كان موجود قبلهم في البيت وسكن فيه واحد اسمه شيلر وكمان بيكتشفوا ان شيلر ده ليه سور كتير جدا موجودة مع إرنست وبالتالي هو يعرف إرنست وبسبب ان إرنست فاقد للزاكرة ما كانوش يقدروا يعرفوا منه حقيقته او ايه حكايته مع شيلر وبالتالي ما بيكونش قدامهم غير شيلر بس ويروحوا يسألوا عن حقيقة إرنست وبعد ما بيدوروا عليه ما بيلايهوش موجود في المكان اللي كان فيه في المدينة هنا وبيهرفوا ان اتنقل لمدينة تانية بعيدة وين كيفين وجوي بيقرروا يروحوا المدينة التانية البعيدة دي ولكن مش هيعرفوا أهلهم علشان فرانك لو عرف هيرفض الفكرة دي تماما وقرروا انهم يروحوا مع نفسهم وبيغضوا معاهم بس إرنست عند شيلر وبيجي الليل وكيفين وجوي بيغضوا إرنست وبيهربوا به من المكان بسرعة علشان يقدروا يدوروا على شيلر ويعرفوا منه حقيقة إرنست وفي الوقت دا ليس كانت بتحاول تقنى رئيس المخابرات انهم يجموا على البيت بتاع فرانك علشان يبودوا على إرنست والفايل نكحت في كده والمخابرات بتوصل مع ليس بالليل وبيكون معاهم أمر رسمي انهم يمسكوا إرنست وبيدخلوا البيت على فرانك وبيغتحمواه بيعرفوا انهم هيقبضوا على إرنست وطبعا مش هيلقوه بسبب انه هيربوا مشي مع جوي وكيفين والقوات بتقبض على فرانك وميلاني وبتعرفوا منهم غلطه وبيقبضوا عليهم وتاني يوم الصبح فرانك بيضطر ريال قدام وسائل الإعلام كلها ان إرنست بيكون شبح شرير وخطف ابنه كيفين وجوي وده علشان يخلي الناس كلها اتخاف من إرنست ويتبلغ عنه لو شافوه في أي مكان وبتبدأ القوات تنتشر في المدينة كلها علشان يقدروا يلاوه إرنست وجوي وكيفين وكيفين بيعرف باللي حصل ده وبقى بياخد باله هو وجوي وإرنست علشان محدش ياخد إرنست منهم ويقبضوا عليه وبعد كده اتنين من الشرطة بيقدروا يلاوه جوي وكيفين وإرنست عندي سوبر ماركت وبيحاولوا يقبضوا عليهم ولكن بمساعدة إرنست قدروا النوم يهربوا من الشرطة بسرعة قبل ما تقبض عليهم وبيمشوا لمكان بعيد جدا وبعد كده بيقدروا يوصلوا لبيت شيلر ولما بيوصلوا ناك كيفين بس بيقرر انه يدخل يتكلم مع شيلر علشان يعرف منه حقيقة إرنست وشيلر أول لما بيشوفه بيتعرف عليه وبيعرف انه كيفين العيش مع شبح إرنست في نفس البيت وشيلر بياخده وبيقض معاه وهو مقرر انه يعرفه الحياة كلها بتاعة إرنست أيام زمان ونتكلم شيلر وقاله إرنست كان عيش معاه أيام زمان وكان متجوز أخت مراتي وكان عنده بنت جميلة جدا وكانت حياتهم جميلة جدا وعيشين مع بعض في منتعل الحب والخير كمل وقال له شيلر وبسبب حبه الشديد لمراته جدا ما كانش بيقدر يستغنى عنها لحد ما في يوم من الأيام مراته تابت وجالها مرض مميت ومات وقال شيلر ومن بعدها إرنست عاش لوحده وعاش في اكتئاب مع بنته واتجل الكحولة علشان ينساها وبقى مدمن كحوليات وبالتالي حياته كلها بقت مدمرة وفي يوم من الأيام جالي وإداني بنته وقال لي خليها معاك وأنا روح مشوار وهاجي أخدها منك كمله شيلر وقال له ولكن بعد المشوار ده مرجاش تاني إرنست ودورت عليه وما درتش ألاقيه في أي مكان لحد ما في يوم من الأيام لقيت أخباره موجودة في الإعلام أنه مات وعرفت من هنا أن إرنست مات وكمل شيلر وعرفوا أن إرنست ده شخص مش كويس لأنه تخلى عن بنته سبها بسبب حزنه على الرغم من أن بنته كانت محتاجة لأنها كانت وحيدة وما كانتش هتكمل في الحياة الصعبة دي لوحدها من غير أب أو أم وإن كيفين بيصدم وما بيكونش مصدق حية إرنست كان شايف أن فيه جزء من الحياة مفقود وشيلر ما قالش عليه لأن إرنست من واقع إلى يامل عشا معاه فهو شايف أن إرنست شخص كويس جدا ولكن ما بيلحوش يكملوا كلامهم بسبب أن الشرطة بتيجي في الوقت ده مع الليز وبيبضوا على جوي وبيدخلوا البيت وبيبضوا على كيفين وكانوا بيدوروا على إرنست في كل مكان علشان يبضوا عليه وبعد كده الليز كان معها أجهزة بتقدر تكتشف وجود الأجباح في مكان من عدمه وبتقدر تلاقي إرنست وبتقبض عليه وبعد كده الحكومة بتقرر أنها تفرج عن جوي وكيفين مع أهل كيفين وبيبضل معهم إرنست بس وبيحطوه في مكان حافظ للأجباح وفي المقابل كيفين حياته بتتبهدل جدا وبيرجع تاني لحياة الاكتئاب والوحدة والانتواء وده بسبب أن إرنست كان أساس حياته طول الفترة اللي فاتت وهو الوحيد اللي بدأ يتقابل معاه ويخرج ويتكلم معاه ويهزر معاه دايما معظم الوقت ومن ساته شايف أن حياته ملاش أي معنى وبيدخل في مرحلة اكتئاب شديدة جدا والاكتئاب بيزيد عليه يوم بعد يوم والجوي حاولت تروح له البيت علشان تخرجه من اللي هو فيه ولكن منفاش وفضل كيفين عايش حياته لوحدة والانتواء لوحده وبعد كده فرانك لما شاف حياته ابنه بتتبهدل ما بيقدرش يستحمل وبيقرر يطلع له الأوضة بتاعته بالليل وقت مكان كيفين موجود في المكان اللي بيظهر فيه إرنست وأبوه يتكلم معاه وعرفه أنه ندمان على كل حاجة عملها معاهم زمان وأنه هيتغير وهيرجع شخص كويس وهيتم بيهم ويصلح كل اللي تكسر وخصوصا أنه ضيع من إيده إرنست اللي كان أساس حياته وإن كيفين بيقرر يسمحه اللي تم بيحضنه بعض وفي الوقت ده إرنست كان موجود في السجن بتاعه بيتم تعذيبه يوميا بالسعق بالكهرباء وبسبب التعذيب وجلسات الكهرباء الكتير قدر أن زاكرته ترجع له من تاني وبدأ يفتكر حياته أيام زمان وبنعرف أن إرنست بعد ما امراته ماتت كان بيتم ببنته وبيحافظ عليها جدا لحد ما فيه من الأيام شيلر عرض عليه هو امراته أنهم يغضوا منه بنته ويربوها معاهم لحد ما يفوق من تاني ويرجع يتم ببنته مرة تانية وقتها إرنست كان فاكر أنهم بيحافظوا على حياته ووقفين معاه ولكن ما كانش يعرف الغدر اللي هم عملوا ليه بسبب أن شيلر أتل إرنست ودفنوا في حديقة البيت بتاعه اللي هو دلوقتي بيت كيفين وده كان بسبب أنهم الاتنين ما بيخلفوه شيلر ومراته وكانت مرات شيلر ما بيتخلفش وعملوا كده علشان يغضوا بنته ويربوها معاه وهنا إرنست بيعرف أن كيفين في خطر وده بسبب أن شيلر مش هيسيب كيفين عايش لوحده لأن كيفين هيدور على الحقيقة وبيحاول بكل الطرق أن يخرج من المكان اللي هو محبوس فيه ولكن بعد كده بتيجي الإيزو بتساعد إرنست أن يهرب من السجن وده بسبب أن هي عملت بحث كبير جدا وقدرت تعرف أن شيلر مسؤول عن كل حاجة حصلت وعرفت أن إرنست شخص طيب وما بيقزيهش حد وإرنست أول لما بيخرج بيلاي ميلاني وقفه بره بالعربية وبتاخده فيها وبترجعه للبيت ولما بيوصل للبيت هناك بيكون شيلر ووصل للبيت عن كيفين وكان بيهدد فرانك وفولتم بقتل كيفين وكان شيلر معه مسدس وحاول فرانك يقتدي عليها لشان يدافع عن ابنه ولكن شيلر قدر أنه يفقد فرانك وفولتن الوعي وبدأ بعدها شيلر يدور على كيفين في كل مكان في البيت علشان يقتله لحد ما قدر يوصله في المكان اللي هو مستخبي فيه وكان خلاص هيقتله ولكن هنا إرنست بيتدخل وبييجي وبينقزه وبيبدأ ينتئم من شيلر بسبب كل حاجة عملها معاه زمان وبيقتله وفجأة بيختفي إرنست وما بيظهرش مرة تانية ولكن بعد كده الشرطة بيجي وبتقبض على عيلة فرانك بسبب شيلر اللي مات عندهم في البيت ولكن بعد تحيات كبيرة جدا قدرت تعرف أن قتل شيلر دفاع عن النفس بسبب أنه بيتاجم عليهم في البيت وبعد كده كيفين وفرانك بيأخذوا بنت إرنست وبيرحولوا بيها عند المكان اللي هو فيه اللي اتفقوا معاه بعد كده أنه يفضل فيه ويختفيها لشان الناس تنساه وإنك بيقابل بنته وما بيكونش مسدق أنه بعد المدة دي كلها بيشوفها وبيحضنوا بعضه لكن بعد كده إرنست روحه بتبدأ تتحرر وبيبدأ يختفي للأبد وعبل ما بيختفي بيودع كيفين وبعد كده عيلة فرانك بتقرر أنها تسيب البيت وبتنتهي لبيت جديد بدل بيت الأجباح اللي هم قاعدين فيه وبعد كده كيفين بيروح يودع جوي وبيعرفها أنهم هيتنقلوا لبيت قريب منها ومش هيسيبها وهيفضل على التواصل معيها على طول لأنها خلاص باقت الكراج بتاعه وبيخلصينها الفيلم أتمنى يكون عجبكم ما تبخلش علينا باللايك ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول واستنونا في أفلام جاية كتير واشوفكم على أخير ومع السلامة